هنعمل إيه؟ هنعمل صنية بتنجان باللحمة المفرومة نقول الأول المأدير بتاعتنا وهنحتاج إيه؟ هنحتاج 2 كيلو بتنجان لكل 2 كيلو إحنا بناخد نص كيلو لحمة مفرومة حمرة عايزة تزوج اللحمة زوج البتنجان ويبقى النسبة والتناس المتسويين مع بعض دي حاجة الحاجة التانية بالنسبة للسلسة بتاعتنا هنعملها زي سلسة الطماطم من 5 ل 6 حبات طماطم يكونوا متوسطين ولو حمرة يكون أحلى أنا فرماهم هنا خشن في الكبة يعني إيه خشن؟ يعني هتسيبي فيهم القطع اللي انتوا شايفينها دي لو الكاميرا جايبها معنا دي هنسيبها موجودة إحنا محتاجينها وهنحط معاها وهي بتتضرب في الكبة أو في الخلاط معلقتين ونص من الصلسة معلقتين ونص كبار من الصلسة وهنحط معاها كمان إيه؟ 2 أرن فلفل رومي أخضر وزيهم أخضر حامي وأحمر حامي وهنحتاج كمان بصلايا النفرومها كده وصلايا تكون كبيرة كويسة وتقريبا هناخد نص راس من التوم لو كانت كبيرة أو لو كانت كبيرة آه لو كانت صغيرة هناخد الراس كاملة وهنحتاج معلقة واحدة من اللمون وربع كباية من الخل يعني تقريبا أربع معالق كبار البهارات بتاعتنا هي إيه؟ الملح والفلفل ده أساسي ومعانا كمان كزبرة نعمة وبهار مشكل وهناخد كمون ده عشان البهار المشكل والكزبرة دول علشان اللحمة أما بالنسبة للكمون فده الأساس بتاعنا اللي هنشتغل به